عود إلى لكم مشاهدين وإلى هذه الحلقة مع ضيفة أستاذ آسم أصير بدي أرجع رحب فيك آخر سؤال سألني لدكتور ناجي حيك عن مسألة قيادة الجيش وهي فعلا هلأ مطروحة بشكل جدي في كلام عن ربط قيادة الجيش بقوى الأمن الداخلي أولا ثانيا في كلام عن تعيين لقاءة جيش إلى أي مدى ينتظم هذا الكلام مع أو يستقيم هذا الكلام مع كل المواقف السابقة أنه لا تعيين بظل غياب رئي الجمهورية برأيك نحن وين واصلين بهذا الملف؟ حتى أكون شفاف وصادق معي أن هذا الموضوع يمكن ما عندي معلومات خاصة بسببط أنه لدي ما يسمى القواعد العامة التي تحكم كانت سواء موقف الرئيس برية أو حزب الله طبعا بقيت الأطراف يعلنوا بشكل صريح الرئيس نبيه برية كان لحد يتمكن ما بعض إذا كان معك أمير رحمة أو كان معها معك أسبوع الماضي وكان عندي الرئيس برية أنه الرئيس برية ما بده يعمل تعيين بظل غياب صح وبنفسي وقت عنده كان تحفظ على الزهاب لجلسة لإصدار قانون اللي هو علاقة بشخص قانون واحد النواب تكتل الاعتدال باعتقد قدموا قانون يراعي كل من هو برتبة عماد وبدو يتسرع حتى يصير قانون عام مش قانون خاص يعني لا يشعر العماد عثمان بالموضوع هذي وجهة نظرتين وجهة نظرت تلك اللي عم بمثلها الأستاذ جبران باسيل وحكي عنا هلأ الدكتور ناجي أما الذهاب إلى تعيين قائد جيش من خلال كل مجلس روزاري يتحول إلى موقع رئيس الجمهورية هذا احتمام ما عدش بيزبط تاني شيء أنه الذهاب إلى تحت عنوان اللي حضرتك حكيتي عنه اجتهاد جديد يخالف قانون الدفاع قانون الدفاع الوطني بأنه عندما تسلم لأعلى رتبة لأنه هو بقانون الدفاع مثل ما كل الناس رئيس الأركان بظل عدم وجود رئيس الأركان فيه إمكانية للمجيء الخيار الأخير هو خيار اللي عم ينادي فيه رئيس المجلس نواب أنه الحكومة هي تتولى حلها المشكلة من خلال تأخير تسريح قائد الجيش كل هذه أنا برأيي بدأ اللحظة المناسبة بدأ حدا يعمل الحال بصراحة في سؤال واحد بعد لهلا ما في جواب عليه لا في حضرتك ما بعض إذا أنت سألت مبارك أنتو عن نيوتيوب في أو شي سجيع طي شو موقف حزب الله من هذا الموضوع هو الحزب صراحة لهلا زميل حسن الدور كان مع زميل حكي كلام كثير مهمة برأينا حزب الله اليوم عم بيشوف الصورة بشكل أكبر بشكل أكبر حزب الله اليوم أمام تحدي كبير بالمنطقة وهذا التحدي الكبير هو اللي يشغل له بال حزب الله من ناحية حسب تأديري أنا أنا ما عندي معلومات بهمهم العلاقة مع جمهران بسير تكون منيحة بهالأيام لأنه تم ترتيب العلاقة بالفترة الأخيرة وما بد يرجع يفتح مشكل مع الطيار الوطني والسجبر خصوصا أن العماد بالشارعون كمان يدعم موقف الطيار طبعا لكن بالعكس بالعكس ساعد مبارح كتير هلأ قبل ما يطلع عباس إبراهيم كان عنده مواقف مسبقة سابقا الأمين العام لحزبه صلى الله عليه تم ممارستها بموقعين مهمين يعني بالأمن العام ما تم تمديد للواء عباس إبراهيم تم تكتيف الضابط الأعلى رتبة ولا يزال يواصل عمله بيسر وبحاكم مصر في لبنان اللي اختلف حزب الله مع رئيس نبيه بره وقت ما رئيس نبيه بره كان بده يروح على تعيين إذا في مجال حاكم مصر في لبنان جديد ودعا رئيس مئاتي لجلسة وما تمت حزب الله كان عنده موقف واضح أنه يتولى رئيس الجمهور نائب الحاكم نعم لأنه غيب رئيس جمهورية لتعيين نحن بلحظة تغير الظرف يعني ما قبل حرب غزة حرب غزة وبعد حرب غزة فيه وضع جديد أصدق أنه يمكن أن يتغير موقف حزب الله من عدم قبول التعيين حزب الله كبير بهمه بعد الحرب يقبل بالتعيين يمكن أما يقبل بالتعيين أو لا يقبل بخيارات أخرى مثل التمديد لقائد الجيش يعني رؤية تأديري أنا هذا تأدير أنا ما بعرف حقيقة موقف حزب الله يمكن رؤية حزب الله للوضع أن تحديات اليوم بدأ مقاربة جديدة نعم أول شيء لحماية الوضع الداخلي اللبناني لحفاظ على مؤسسة الجيش إضافة لعليته الخاصة مع قائد الجيش بهذه المرحلة هلأ كل هذه الموطيات لين بتوصل بالأخير فيه عنصر آخر مخفي واللي ما أحد أنا بيحكي عنه أنا بيحكيكي بصراحة هو العنصر الخارجي فيه بالأخير الأمريكان بالذات الدور الأمريكي طبعا هذا برسم السيديين وبرسم كل الناس الدور الأمريكي يقال بموضوع قيادة الجيش كما بموضوع حاكم مصر في لبنان الدور الأمريكي كتير مهم لأن الأمريكان بيعني لهم قيادة الجيش والتنسيق مع قيادة الجيش والعلاقة مع قيادة الجيش هل يكون للأمريكيين بهذه المرحلة إيحاق معين بالزهاب إلى خيار معين وأنا تأديري كثير مسؤولين لبنانيين بياخدوا بعين الاعتبار الموقف الأمريكي لأنه بيعنينه الموقف الأمريكي سواء كان الأستاذ جبران باسيل أو الرئيس نجيب مئاته أو الرئيس نبيه بره أو بعض النواب التغيير اللي راحوا عند رئيس مئاته وطلبوا بالتمديد لقائل الجيش هو اللي بالأخير بياخدوا بالاعتبار نحن أمام لحظة يتدخل فيها العنصر الداخلي مع الخارجي برأيك هذا التقاطع الداخلي والخارجي زميل سالم زهران ما بدك تسألي عن معلوماته حسن أنه فيه قائد جيش جديد وهو طاني أهوج أمنان وكيف وشو بده يسير ما بعرض يعني هذا كمان توقع مفاجئ لا بيضبط ما بيضبط ما بعرض أنه ستذهب هذه القوى إلى تعيين ما بعرض يعني إذا أنه تعيين يعني بده يسير بـ 24 وزير يعني هذا التعيين وسيغير الحزب موقفه من عدم وجوبة تعيين سالم زهران علاقاته منيحة يعني مع الحزب ومعلي مدعون وعنده شبكة علاقات واسعين يمكن يكون معلومات تكون دائب برأيك يمكن أن يكون الاتفاق بين حزب الله والتيار الوطني الحر على تعيين قائد جيش جديد وأن حزب الله يطلب من الرئيس مئات يقبل أنه 24 وزيري يوقعوا وهذا شيء يفتح مجال لي أفتحهم بالقرارات الوزرية التانية ويقبل الرئيس بره أنه حل الأمثال والإكنام حاضرتك مرة على التليفون نحن تخبر عيشة مهورية نعم طيب الرئيس الجمهورية أصدي أنه تعيين أنا عم بسألك لأنه تعيين قائد جيش جديد يعني إذا بدك والله انتخاب رئيس جمهورية أسهل من تعيين قائد جيش جهد هلأ بأعتقد هيك يعني أنه أن يتخلى جبران باسيد عن موقفه أنه لا للتعيين بظل غياب رئيس جمهورية يعني أن يتراجع حزب الله عن موقفه بهذا الموضوع يعني إذا رئيس جبران باسيد يعني الرئيس بره إذا خابر أستاذ سلمان فرنجي رئيس جمهورية فبيروح بيصير رئيس جمهورية وبنتم تعيين قائد جيش جديد مثل ما بده أستاذ جبران باسيد لأنه هذه كانت أحد من وقت ما بلشت المفاوضات مع أستاذ سلمان فرنجي هذه قديمة أستاذ آسهل أديمة يعني هذه لو بده يقبلها رئيس التيار كان قبلها من زمان وبرر اليوم أنه تغير المواقف نتمع بقوات لبنانية كل مواقفهم تغيرت صاروا قبلنين بعقد جلسة لتشريع مجلس نوار وقبلنين بتعيين بظل غياب رئيس جمهورية أكيد بتعرف أستاذ آسهل أنه انتخاب رئيس جمهورية بلبنان لم يعد مسألة محلية فقط وتغير موقف جبران باسيد لا يؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية لا ولاش إذا عنصر المحل اليوم ترتب وضع افتراضا حتى بقيت الأطراف ممكن تلاقي أنه فيه مصلحة مثل أستاذ وليد جمبلات اليوم ممكن تغير موقف حزة قدر اليوم فيه كلام أنه الملف اللبناني أصبح على طاولة سعودية وإيران يعني اليوم في لقاء سعودة إيراني وفيه كلام أنه هذا الملف أصبح جديا على الطاولة أحد المخللين السعوديين كانت تصور على الجديد أسبوع الماضي كما أستاذ صليبة أنه بقول أنه فيه طواف أمريكي سعودة إيراني أنه معالجة الوضع لبناني ولي قاله أستاذ ملحم ريشي مع خبر في البارية قال أنه القطريين بدون يرجع أنه راجعين القطريين أنا بقول نحن لم ينطر السعودي والإيراني والقطري طب نحن نتفاهم اليوم بهيك لحظة وطنية مهمة متفائل أستاذ أرسن متفائل كثير نحاول أدم معالجات وطنية للأمور حقيقة نحن كثير مهم نعالج أمورنا من الداخل وهيدي بتصير يعني هلأ الشي المهم اللي عم بيصير هلأ ومعظم الأطراف صاروا عم بيغيروا مواقفهم تحت عنوان تغير الظروف والضرورة القوات اللبنانية مثل ما عم نحكي اللي هنم متشبسين كانوا بعدم عقد جلسة مجلس النواب للتشريع هل عم بقولون للضرورة للضرورة تمديد للجيش في أهم من قيادة الجيش هو رئاسة الجمهورية ما رئاسة الجمهورية أهم من قيادة الجيش لنعيد النظر بمواقفنا ونفتح مجالات للخوار ونقم بانتخاب رئيس سامين نقم بانتخاب بغض نظر مين هو رئيس سامين أنا بدي لك المعلومات مرة ذكرتها بس ما أخذت تهداكم أنه وقت من رئيسنا بيهبري بشهر ب 31 أب دعا لعقد حوار ونتيجة الحوار بنعمل انتخاب انتخاب رئيس خلال أسبوع بنعمل هالشي نعم وطبعا رئيس نبيه بري بالأخير مسؤول عن كلامه كان انه بالأخير قال لي أحد المسؤولين بحزب الله يومتها قال لي لو قبلوا أنا ذاك القوات اللبنانية والطيار الوطن الحر والكتائب بالزهاب إلى حوار كان هناك استعدادا طبعا تسمع هالمعلومة قام بسمع طبعا أن تراجع عن ترشيح الأستاذ سلامان فرنجين كان ممكن الزهاب إلى خيار آخر إلى خيار ثالث لأنه كان رئيس نبيه بالربدو مخرج وحزب الله بهمه يوصل لتفاهم وطني افتراض هم بحكيكي بأيلول طبعا انتهت العمور اليوم غيرت الزور كان هناك فرصة شدي وفنة إلى مرشح ثالث مرشح ثاني بالأسف يلمبوا الدعوة لتيجت التشبص بالرأي والتشبص بالمواقف وأنا بسميه مثل ما كان هذه الفرصة انتهت برأيك أنا سلنا بمرحلة تانية شو هي المرحلة أنا ما بقدر قللك هلأ هلأ حسابات حزب الله وحسابات الرئيس اختلفت بتصور ويفضل الأطراف الأخرى يمكن حسابات تختلف نحن بحاجة اليوم لرئيس جمهورية